السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله كيف ما تعرفون وعودتكم على الرسينات الرمضان اليوم ان شاء الله سوف نقوم مخرقها او شباكية باللوس و قلت وخا اضعها من قبل لا اضعها العادية و قلت عني لا نشاركها معكم و كيف ما تعرفون مخرقها كاتش دليد بزاف و فيها تماراق و عاد ما زالت باني الفطور غادي نوجده و خامة فقط شبكري مهم خليكم مع المقادير و طريقة تحضير حتى الخر دي الفيديو مهم غا نحتاجوا هنا واحد صاشية دي الزعفران و صاشية دي الخامير الكيموية و شو معارق دي الخل كاز دي لنا في حبة حلاوة زلافة دي اللوس زلافة دي الزجلان و غا نحتاج واحد نسمع القديل الخامير الفورية و شوية القرفان و عدنا المزهر حيث كان عجلها أناعير بمزهر ما كنديرش فيها الماء غادي نحتاج نصيترو دي المزهر و نصيترو دي الزيت نباتية بمزهر ما كنديرش فيها على بركات الله غادي نوطع زلجلان هوله 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 و نضيف ليها اللوز و نضيف ليها الكاز دي اللي نفحة بس حلاوة الكاز دي اللي عن بالي السعملت و نضيفة الصاشية دي الزعفران و نضيفتك نصف معلقة صغيرة دي الخميرة الفورية و نضيفتك صاشية دي الخميرة الحلوة و نضيفة القطارة دي الزهر الروح دي الزهر و نضيفة ججل معلقة دي الخل و في الأثناء اللي درت القرفة و درت مسكة الحورة ما صورش لي التليفون المهم درت معلقة و نستيل القرفة و درت تقريبا واحد خمسات الحبيبات دي دي مسكة الحورة نضيفتها مع شوية سكر سنيدة نصفي و كندير واحد القبيصة للملحة و كيف ما كنتشوفو الزيترا نضيفت الربع للأطر الأول و هالربع للأطر الثاني نصفي و ندير نصفي المظهر حتى هوية كيف ما كنتشوفو هاد الكاس عندي فيه عربع أطر و كندير على جهة المرات نصفي و نخلط هاد المكونات حتى يتجانسوا مع بعضياتهم و نضيفت الوكوم و تدب لي ديك الخميرة الفورية و تدب لي ديك الخميرة الفورية اللي درس و نجيل هنا سوف نأخذ 1 4 زبدة سوف نأخذ 1 4 زبدة نأخذ نصفها 4 زبدة سوف نأخذ 1 كيلو اونس سوف ندخل الزبدة نأخذ الخاليط سوف ندخله في الضبدة سوف ندخله في الضبدة حتى نضغط المحن قد تكون حقاً قصحة سوف ندخل في الضبدة و قضعها على هذه الطريفات لا ترون نظيفها لا تزد لها المضيفة لا تزد لها الكثير سوف ندخل لك سوف نضغط لكم طرقة للشباك و كيف نورقها صافي ومبعد ما ساليت التشباك قليصها ودوزها في العسل كيف ما كتشوفو ها كتجي غزالة بالسف وكتجيه شيشة ما كتجيش قاسها كتجيه شيشة بالسف وفيها واحد اللوز كيجي فيها غزال بالسف صافي في هاد الاثناء من بعد ما ساليت الشباكية غادي ندوز باش نوجد الفطور ما ما دي ندير الفطور هاد زعلوك رانيسا واسمق لي شاكتو معاكم كندير تنجال واحد بص لمشل ضاو كندير كنخلي محتقي طيحهم زيان وكنضف عليهم الفلفل حمراء وفلفلاء خضراء وكنضف عليهم حد ثلاثة فصص ديل التومة وشوية الفلفل حمراء والملحة وشوية البزار وقصبر المعدنوس مما كنديرهم شهادة كنديرو بلا قصبر بلا معدنوس صافي وكنت عجنت العجينة ديال المخامر حتى هي كيف ما كتشوفو من بعد مخمرات وطلقاتي شوية ترسع لها تشكل هاد على شكل كويرات صغار وخليتم كيرساحه صافي ودست باش نستفر الخضراء في الطاجين ديالي ندرس فيها اللوبيا درس فيها خيزو درس فيها سلاوي ودرس فيها البطاطا صافي قدي نستفر الخضراء ونضوز باش نقرس هكذا المخامر ونخليه محتقي كي يخماره وعادن الخبز هون اشتركوا في القناة بعد المخامر كما تشوفوا صافي كان نطيف فيهم كان نحطها يلا الله قد تسخن كان نقلبها صافي باش تنفخ تعطيه مفتوحة من الوسط كما تشوفوا صافي غادي انسى مرح تنسى تنسى المخامر وضعتها وضعتها بتجر وضعتها بعض الفلفل وضعتها وضعتها وفطور اذا كنت تشوفوا المحتجين يأتي على هذا الشكل فقط قطعة وضعته كيف لا تشوفو انا وحطيتو هو شلادة هادول شوية شباكية و كرموس او شريحة صافي و شوية دي لكنسال الطائحة هوايا والعاصر و صافي و كيف لا تشوفو بعد ما عمرت البريوات هاني حطيتو اعفوان بعد ما عمرت هادو كل البطيبطات اللي قسمتهم على الجوج و عمرتهم كيجيوا على هاتشكل هادا صافي و كان هدا هو الفطور ديانا يعني عادي ماشيش فطور لمكلف صافي و من بعد ما فطرنا جمعنا الطبلة و كيف ما كتستعرفو كيكون كيكونوا المعان انا ما كنخليش المعان كي تراكمو يعني للحاجة اللي طاحس مقبل الفطور كن نحيدها و احتملي كنحط في التباصل كنحيد تلك المعان التي كونو في يعني كيكونو في تسقون فيهم المكلة كنحيدهم صافي و كان مكيجونيش المعان تراكمين بززاف و كان هدا هو الفيديو ديان نبدل هاد نهار هادا كنقول لكم مالبناتية لك انتو اجداد في القناة ابنوا معايا و ضغطوا على زر جارس باش دي ما يوصلكم الجديد و لاعتكم شخصي راحات لشي تساؤلات خليوها ليفلي كومنتي و شكرا على المشاهدة